الأهلي وبلدية المحلة والحقيقة كان مليان لقصات في المنتهى الأهمية شفناها كلنا مبارح في الماتش أهمها طبعا لقطة الوفاء والحب فريقي النادي الأهلي وبلدية المحلة وقفوا في بداية المباراة إيه أحداد طبعا قبل انطلاق فعاليات هذا اللقاء على روح العمري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي وكمان رفع جمهور النادي الأهلي في المدرجات صورة ولافتة للعمري فاروق مكتوب فيها نصا اللي انت لسه أيلامل شوية نهوان لن ننساك العمري رجل أخلص للكيان فالحقيقة يعني كلام يعني بيعبر بمنتهى البلاغة عن فعلا تأدير ومحبة وامتنان جمهور النادي الأهلي لإسم العمري فاروق الراحل الكبير رحمة الله عليه كمان من الحاجات الكتلفة للأنظار وإن كان ده شيء منطقي جدا يعني وجودهم كان منطقي تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر طبعا بقيادة التوقم حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن المدير المنتخب قبل المباراة تشافوا كله طبعا وكان متوجد كمان معهم طارق سليمان المدرب العام ووليد بدر المدير الإداري وطبعا ماتش زي ده بطبيعة الحال لازم يكونوا حاضرين فيه طبعا كلام محترم وكلام اللي انت قلت في البداية برضو محترم لأن احنا قلنا الكلام ده قلنا فيه شخصيات ملهاش علاقة بقى الكيان أو الانتماء بتاعها تلاقي الناس بتحترمها والناس بتحبها بغض النظر عن الاختلاف في أي أمور أخرى وفي الأول في الآخر يا جماعة دي رياضة يعني ديك برضو كرة قدم يعني المواضيع بسيطة ومواضيع في الأول في الآخر للمتعة يعني أصلا اختراع الرياضة وكرة القدم دي للمتعة ليس أكثر فما فيش مجال ان يبقى فيه تعصم ما فيش مجال يبقى فيه خلافات أصلا وشفنا على فكرة مجلس إدارة نادي الزمالك موجود في عزاء العمري فاروق الله يرحمه يعني هذا الطبيعي على فكرة المشاهد اللي قبل كده هاي اللي مكانتش طبيعية المشاهد اللي احنا بنشوفها دلوقتي هاي اللي طبيعية أمور طبيعية جدا أنا عجبني جدا كمان طبعا اللي حصل واللافتل المحترمة من جماهير بلدية المحلة لأن ده برضو هرجع أقول ده طبيعي فيعني شيء محترم ونتمنى الاستمرار طبعا بالشكل ده مرح برضو لو حنتكلم شوية في بعض